عايز اقول لكم دايما تشوفوا حاجة كده انا بتابعها ويمكن بنوها انها او بوضحها لحضراتكم احيانا في اللقاءات المصرية الخارجية سواء كانت هذه اللقاءات استضافة ديوف جاين لنا او زيارة للرئيس في الخارج او تواجد نصري في الخارج زي رئيس الوزراء وزير الخارجية اما كان في ملفات كده احنا بنهتم بيها دائما وهذه الملفات نحن نكرر وهي دي ملامح الدبلوماسية المصرية نكرر الرسالة تكرار الرسالة وتكرار الرأي الخاص بنصر في هذه الملفات واستمرار طرحها على الساحة الدولية من ضمنها السد اثيوبيا من ضمنها رأينا الدائم بالنسبة للقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية وده اللي حنقولكم بيه على طول على الخبر اللي جاي ليه؟ لان انا لاحظت ان ما تم مثلا في لقاء الرئيس وحديثه عن القضية الفلسطينية واهمية القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة هو نفس تقريبا ما قيلة وهي دي توحيد الرسالة الدبلوماسية المصرية امام الجميع سواء دول عربية او دول عالمية في ملفات علشان تبقى عارف رأينا ايه بالزبط اهو ادي الرأي لم نتنازل عنه لم نتم تغييره ولن يتم تغييره وزير الخارجية المصر النهاردة سامح شكري في اجتماعات بتاعة جدوى الاعمال وزراء خارجية جامعة الدول العربية الاعتيادية الاكتمال على اعتيار بتاعهم المية وستين تحدث عن التحديات اللي بتواجه القضية الفلسطينية وقال ان ستظل هي قضية العرب المركزية الاولى ونرفض تماما محاولات تقسيم المسجد الاقصى ثم تحدث ايضا عن ملف اثيوبيا وعن المشاكل بتاعة سد اثيوبيا وقال ان احنا بنشكر الدول العربية كلها على دعمها لمصر في هذا الملف وبنرصد امامكم عدم تغير الموقف الاثيوبي حتى الان